وإحنا بيعني أكتر الناس بتعرف تواجه نفسها أكيد يعني فريق النادي الأهلي أكتر فريق بيعرف يواجه نفسه لأنه ما عندوش اللي يخبيه أو أنه هو يرمي الأخطاء على شماعة ما فالحقيقة اللي أنا بقى عايز أقوله هنا أن أنا ما عجبنيش قوي طريقة أو رد الفعل تبع السوشيال ميديا بعد الشوط الأول تحديدا الهجوم الغير مبرر على اللعيبة والدنيا اللي بتتقلب فجأة وبعدين تظبط فجأة وبعدين لازم تغييرات وبعدين لازم الدنيا لازم نهد الفريق ونبديه آه علي لطفي لم يكن موفق النهاردة لهدف الأول زي ما أنت قلت على علي لا يسأل الكرة للأسف الثانية اللي خبطت في رجل أي من أشرف دي وغيرت دي الكرة الأولانية اللي غيرت اتجاهها ودخل الجندي يعني علي لا يسأل عنها فعلا الهدف التاني هو اللي يتحمل جزء منه وكبير كمان قوي علي احنا بنعرف نواجه نفسنا كويس لكن الأهل وجمهوره دايما بيسند لعبته يا جماعة وبيديهم الثقة في نفسهم دايما عايزة أقف عند حديث مهم جدا لسايد عبدالحفيز مدير الكرة بعد الماتش والكلام اللي قاله للعيبة أن الأهل بين الشوطين وأنه إزاي اللحظات الصعبة اللي زي دي هي اللي عملت تاريخ فعلا للنادي الأهل هو ده الكلام اللي كنت بقوله في الأول وهي اللي عملت أسماء النجوم الكبار دول في تاريخ النادي وخلت الجماهير النهاردة دايما بتفتكرهم وتشيلهم في قرصهم وبتنادي عليهم وبتسمي عيالها بأسماءهم وفي نقطة تانية كمان لما قالك إيه أنه كان حريص جدا هو ومسيماني على أن يقول للعيبة هننزل الشوط التانية نتعادل وهنكسب هنتعادل وهنكسب وأقسى ممكن معهم الشوط التاني بشكل زي يعني هو قال كده ممكن يكون يعني مجنون وقال لهم كل ربع ساعة نجيب جون ونحقق فوز وبالفعل الأهلي عمل كده بيعمل كده بالإصرار بيعمل كده بروح الفانيلا الحمرة بيعمل كده في يعني أنا مش عايز أقول بقى كلام كبير بس أنا النهاردة شايفة أنه النهاردة العامل الكبير جدا اللي ساعت فرقتنا أنه هو يتخطى التأخر يتخطى تأخره روح الفانيلا الحمرة